اهلا بكم. لو انت بتصور منتجات اونلاين او بتقدم محتوى الفيديو ده ليك. هنصنع بقل تكلفة ممكنة وهدينا اداء عالي جدا. مكونات هنجيب بكر ورق الاموليوم ومساد الشمع وسلك وحامل شاشة متحرك اسمه فراشة وبتسعين جنيه. وفي منه انواع كتيرة جدا بس انا اخترت ابو تسعين جنيه دوات هيقدم على اداء. الشرنك ده المتر منه باربعة جنيه. وهنجيب قماشة صمرة او فازلين اصمر. المتر تباع بستة جنيه. وقماشة بيضة وكرتون. انا عملته الطول سبعين سنتي والارتفاع خمسة واربعين سنتي. وسبت تلاتة سنتي وتانيتها. وهنعرف في الشرح ليه انا سبت التلاتة سنتي دول. والعرض عملته خمسين صارتي وارتفاع برضو خمسة واربعين سنتي. وسبت برضو التلاتة سنتي بتوعه. هتسيب خمسشار سنتي من الجنبين وهتشد خط كده. والقطع الطويرة اللي هي سبعين سنتي هتسيب عشين سنتي من الجنبين وهتقص الاجزاء دي. وهتبقى بالشكل القمعي دوت بعد الاص. هنجيب وراء السلوفان وهنكرمشه كده. الكرمش دي هتحتاج من انكسل الضوء بشكل اقوى وهتخليك حريص وانت بتفرد علشان بتقطع بسرعة. وهنجيب مسادس الشمع وهنبدأ نلزأ وراء الالمونيوم على الشكل اللي معنا ودي شكلها في النهاية. طريقة تانية للازق الالمونيوم وهي ان احنا نجيب قلبة غيرة من عند الموان وناخد منها شوية في كوباية ونبدأ نقلب كويس جدا لحد ما تتخفى وتبقى لازجة وزاد قوام كويس. وهنبدأ نفرش الغيرة على سطح الكرتون بشكل كويس ونلزأ عليها ولا الالمونيوم. هنجمع القطع على بعض باللزق كده. واكتر من مرة ولازم تعيد باللزق علشان تمسك كويس جدا وتبقى متماسكة مع بعضها. هتبدأ تلزأ الفواصل من الداخل. هدينا متانة اكتر ومش هنسيب فواصل الا ما نعمله كويس بالشمع. هاخد مقاس الراس بتاع السوفت بوكس عشان هقطع عليه خشبة اللي هيبقى فيها الدواية وهتشيل السوفت بوكس كله. انا كان عندي خشبة بدي اف. وهنرسم عليها خط بالمنتصب بالطول وبالعرض عشان نجيب وسط الخشبة. هنجيب بونت التخريم بالشانيور وهنخرم مكان الدواية. لو مش عندك بونتة تخريم ممكن تققى قطعة الخشب وتدهني النجار جنبك يعملها لك ببساطة. هنجيب القماش اللاصمر او قماش الفزلين اللاصمر اللي احنا جبناه. ممكن تجيب وترش عادي. المتاح اللي ليه كعمله. وهنبدأ بالشامع ونغطي كل كفر السوفت بوكس بيه. كتعة الخشب اللي خربناها هنجيب مزادس الشامع او الغرة ونلزع عليها برضو وراء الالمونيوم. وهنجيب الدواية والسلك وهنبدأ بنركب في الخرم اللي عملناه. لو الخرم مش مزبوط ممكن توسعه شوية بمبرد. هنجيب سليسة تان وده بقى سر الموضوع انك لازم تجيب قماش علامعة شوية وهنبدأ نخيط فيها الشرنك اللي جبناه. والشرنك ده هنعمله له عشان لو حبينا نغير اللمبة او نغسل الغطاء اللي بيض بكل سهولة. هيتشعل معانا ويتركب عادي. الجزء التاني من الشرنك هنبدأ نلحمه في السوفت بوكس بالشامع عادي. هنبدأ نسبت الخشبه في السوفت بوكس. انا كان عندي دباسة. اشتري ممكن تصدلها بمصامير سنتي ونص عادي. ونبدأ نسبت بها الخشبه في الجسم. ونتأكد انها تسبت كويس جدا. نسبتها تمام ومسكت الحامل وسبتها هو كمان. ودلوقتي هنركب الفشة بتاعتنا. خياطة الشرنك في القماشة البيضة بمنتهى السهولة هنلزقه في السوفت بوكس بتاعنا. حبيت اجربه قبل ما علقه في الحيطة ولايته تمام التمام واضغطه ساطعة وقوية زي ما احنا شايفين. سبتت الحامل في حيطة موقعتنا عشان لسه ما عملتش حامل. وسبته فوق المكتب اللي هبدأ اصور عليه المنتجات بتاعتي. بدأ شكله بعد معلقته لحد ما عمله حامل متحرك وانقله. وجرب تصور عليه بكاميرات موبايل عادية ومطلع الصورة زي ما عدركوا شايفين.